موسيقى طلبتنا العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلول أجوبة الاختبار الالكتروني عبر فضائية العراق التربوية درسنا لهذا اليوم أو أجوبتنا لهذا اليوم حول النقد الأدبي والخاص بالسادس الأدبي فقط النقد الأدبي كتاب النقد الأدبي هو كتاب خاص للصف السادس الأدبي فقط فلنتحول عزيز الطالب إلى اللوحة لنجيب على هذه الأسئلة الأسئلة متكونة من أسئلة وأجوبتها أسئلة وأجوبتها لبداية النقد الأدبي أو كتاب النقد الأدبي للصف السادس الأدبي السؤال الأول ماذا يقول؟ السؤال الأول عزيز الطالب يقول من نقد لغة واستلاحا؟ من نقد لغة واستلاحا؟ النقد لغة من النقود وهو كان آنذاك عند العرب تمييز الدراهم وإخراج الزائف منها تمييز الدراهم وإخراج الزائف منها إذن تعريف النقد لغة هو تمييز الدراهم وإخراج الزائف منها تعريف النقد إصطلاحا؟ تعريف النقد إصطلاحا وهو عملية نقدية هو تحليل النصوص الأدبية وتفسيرها وكشف مواطن القوة والضعف فيها وكذلك تقويم تلك النصوص والحكم لها أو عليها فهو أي النقد يعتبر مرآة عاكسة لخفايا النص الأدبي يعد مرآة عاكسة لخفايا النص الأدبي إذن أعيد عليكم التعريف عزيز الطالب هو تحليل النصوص الأدبية وتفسيرها وكشف مواطن القوة أو الضعف في تلك النصوص ثم تقويم تلك النصوص أي الحكم لها أو عليها وكشف مواطن الضعف فيها فهو مرآة عاكسة لخفايا النص الأدبي إذن السؤال الأول يتناول تعريف النقد لغة وتعريف النقد إصطلاحا لننتقل عزيز الطالب إلى السؤال الثاني السؤال الثاني ماذا يتضمن؟ يتضمن مجموعة من المصطلحات التي رافقت العملية النقدية هناك بعض المفاهيم المهمة التي رافقت العملية النقدية ما هذه المفاهيم؟ أولا تاريخ الأدب هو حق العلم يدرس الأدب كونه ظاهرة زمانية تمر من مرحلة إلى أخرى فيتغير الأدب في مظاهره وعناصره وأشكاله ومضامينه كتغير القصيدة العربية من كونها متعددة الأغرار في العصر الجاهلي إلى قصيدة ذات غرض واحد كما هو الحال في العصر العباسي إذن تاريخ الأدب هو يرصد التحولات الأدبية عبر الأزمان وعبر العصور ولهذا عندما نقول العصر العباسي كان عصرا ذهبيا فهذا الكلام هو كلام نقدي من علمنا أن يكون العصر العباسي عصرا ذهبيا؟ المؤرخ الأدبي هو بعد معطيات هذا العصر قال أن العصر العباسي ازدهر فيه الأدب بفرعيه الشعر والنثر ننتقل إلى المفهوم الثاني المفهوم الثاني نظرية الأدب ماذا نقصد عزيز الطالب بنظرية الأدب؟ تتبع الجواب حقل يهتم بالقوانين والقواعد والأعراف الأدبية فضلا عن الأجناس الأدبية كالوزن العروضي أو اللغة المجازية ماذا نفهم من هذا الكلام؟ نفهم نظرية الأدب ما قانون الشعر؟ قانون الشعر الشعر العمودي قانون أن يلتزم بقافية ويلتزم بالوزن قانون الشعر الحر عدم الالتزام بالوزن أو القافية أو الالتزام بتفعيلة واحدة ويسمى بشعر التفعيلة إذن نظرية الأدب هي ترصد القوانين والأعراف التي اعتمدت عليها الأجناس الأدبية واضح؟ نبتقل إلى المفهوم الثالث أو المصطلح الثالث وهو السيمياء السيمياء هو حق العلمي يرتبط بدراسة العلامات أي أن كانت ومنها العلامات اللغوية والعلامات الأدبية إذن السيمياء حق العلمي يتناول الإشارات أو العلامات سواء هذه الإشارات لغوية أو غير لغوية إذن إشارات يتعارف عليها الناس لها أنواع مثل سيمياء الدلالة وسيمياء الثقافة وسيمياء التواصل سيمياء الدلالة وسيمياء الثقافة وسيمياء التواصل لو سئلت ما أنواع السيمياء تقول سيمياء الدلالة وسيمياء التواصل وسيمياء الثقافة الآن ننتقل إلى مصطلح رابع وهو البلاغة والإسلوبية البلاغة والإسلوبية منهج نقدي حديث البلاغة منهج عفواً الإسلوبية تسمى بلاغة المستحدثين هو منهج نقدي حديث ماذا يتناول؟ يتناول المستويات الأربعة للغة المستويات الأربعة للغة المستوى الصوتي والمستوى الصرفي والمستوى التركيبي أو النحوي والمستوى الدلالي إذن الإسلوبية تتناول المستويات الأربعة للغة المستوى الصوتي والمستوى الصرفي والمستوى التركيبي أو ما يطلق عليه المستوى النحوي وكذلك المستوى الدلالي ننتقل عزيز الطالب إلى السؤال الآخر السؤال الثالث عفواً السؤال الثالث ناقش هذا سؤال مهم جدا سؤال مهم جدا وموجود في أسئلة المناقشة للوحدة الأولى لكتاب النقد الأدبي ناقش الإسلوبية بلاغة المستحدثين ما المقصود الإسلوبية بلاغة المستحدثين إذن ما العامل المشترك بين البلاغة والإسلوبية ما العامل المشترك بين البلاغة والإسلوبية البلاغة مصطلح قديم والأسلوبية مصطلح حديث كلاهما يتناول التركيب والنص الأدبي فننظر للجواب النموذجي البلاغة علم قديم يتناول النصوص الأدبية من حيث طبيعة الاستعمال اللغوي هل هذه الجملة حقيقة أم هذه الجملة مجاز عندما أقول جاء زيدون ما المجاز في الجملة لا يوجد مجاز في الجملة جاء زيدون بنفسه عندما أقول جاء زيدون أو جاء الأسد وأقص الزيد إذن هذه الجملة هي مجاز أو كناية عن الشجاعة إذن البلاغة البلاغة تتناول النصوص الأدبية من حيث الاستعمال اللغوي أما الإسلوبية ووضحت قبل ذلك بقليل الإسلوبية هو منهج نقدي يتناول أيضا مستويات اللغة المستوى الصوتي والمستوى الصرفي والمستوى النحوي والمستوى الدلالي الآن سننتقل عزيز الطالب إلى السؤال الرابع إلى السؤال الرابع السؤال الرابع ما عمل المؤرخ؟ هذا سؤال مهم جدا المؤرخ الأدبي ما عمله؟ عمله رصد التغيرات والتحولات الأدبية من مرحلة إلى أخرى ويحاول تفسير هذا التغير لماذا حدث هذا التغير؟ لكن أن ينقل هذا التغير بأمانة تامة وصدق وكذلك من عمله أنه يذكر الاتجاهات والمذاهب وربط هذه الاتجاهات والمذاهب بالعصور وكذلك البيئة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السؤال الثاني أو الفرع الثاني من السؤال وما فائدة ذلك؟ وفائدة ذلك هو إظهار مستوى التطور في الأدب أو التدني ليس من الواجب أن يكون الأدب قد تطور عندما نقول الفثرة المظلمة التي تلت سقوط بغداد إذن هذا كلام نقدي عندما نقول عصر التدوين هو العصر الذهبي للأدب هذا كلام نقدي هنا تطور الأدب وهنا تدنى الأدب الآن عزيز الطالب ننتقل إلى السؤال ننتقل إلى السؤال الخامس ماذا يقول؟ هل تستطيع وضع بداية للنقد الأدبي؟ وكيف كانت تلك البداية؟ هل تستطيع وضع بداية للنقد الأدبي؟ وهذه البداية كيف كانت؟ النقد الأدبي مرتبط بالأدب تعذرت بدايات الأدب إذن ماذا يكون؟ أيضاً تعذرت بدايات النقد إذن لا نستطيع أن نضع مدة محددة لبداية النقد لأننا لم نستطيع أن نضع مدة محددة لبداية الأدب إذن هما قرينان فالجواب يكون لقد تغيبت عنا بدايات النقد العربي القديم في عصر ما قبل الإسلام كما تعذرت بدايات الأدب آنذاك سوى هذا الجواب كيف كانت تلك البداية سوى شدرات من الأخبار والقصص التي تحكي لنا بعض المواقف النقدية الفقيرة بعض المواقف النقدية الفقيرة التي لا منهجية لها إذن هناك مشاهد في العصر الجاهلي هذه المشاهد مشاهد فقيرة جدا لأن لا منهجية لها وسنعرض تلك المشاهد في السؤال التالي السؤال السادس يقول وهذا سؤال تكرر في الامتحانات الوزارية هذا السؤال تكرر قد السنين في الامتحانات الوزارية يقول اذكر مشهدا نقديا حصل في عصر ما قبل الإسلام أو في العصر الجاهلي إذن اذكر مشهدا نقديا حصل في عصر ما قبل الإسلام المشهد الأول يقال كانت للنابغ الذبياني خيمة في سوق عكاب تأتيه الشعراء أو يعيب بعض المقاطع في هذه الأشعار وكل من الإعجاب والعيب هو سلوك نقدي ثانيا المشهد الثاني لقد عاب العرب على النابغ الذبياني ومشر بن أبي خازم ظاهرة الإقواء ظاهرة الإقواء قد يأتي تعريف ما ظاهرة الإقواء ظاهرة الإقواء في الشعر هو اختلاف حركة الروي الروي هو الحرف الأخير من القافية القافية بالمناسبة عزيز الطالب هي الكلمة الأخيرة من البيت الكلمة الأخيرة من البيت وحرف الروي هو الحرف الأخير الذي ينتهي به كل بيت من القصيدة الواحدة بين الضمي والكسري إذن بيت يكون حرف الروي مضموم والآخر يكون حرف الروي مكسور هذه هي ظاهرة الإقواء من الذي انتبه إلى ذلك وانتبه النابغة لذلك عندما دخل يسرب فأسمعوه غناء من شعره إذن تنبه النابغة الذبياني إلى هذه الظاهرة وهي ظاهرة الإقواء وهو تحول حرف الروي في القافية بين الضمي والكسري المشهد الثالث سمع طرف ابن العبد خاله المتنمد أو سمع طرف ابن العبد خاله المتنمد ينشد شعرا سمع طرف ابن العبد خاله المتلمس ينشد شعرا فصرخ وقال استنوق الجمل استنوق الجمل لأنه ذكر مفردة مفردة الصيعرية هذه المفردة تخص الناقة لا تخص الذكر أو لا تخص الجمل فقال استنوق الجمل أي ذكر صفة من صفات الناقة وليس هي صفة من صفات الجمل إذن صفة من صفات الناقة وليس هي صفة من صفات الصيعرية هي قلادة قلادة توضع فيه عنق الناقة للتمييز عن الذكر تمييز الأنثى عن الذكر المشهد الرابع يقول حماد الراوية أن العربة كانت تعرض شعرها على قريش فما قبلوه منها كان مقبولا وما ردوه منها كان مردودا إذن العملية النقدية الرابعة هو أن العرب كانت تعرض شعرها على قريش وما قبلوه فما قبلوه منها هو مقبول وما ردوه منها كان مردودا وهذه هي أيضا مشهد نقدي أو عملية نقدية ننتقل عزيز الطالب إلى جواب السؤال جواب السؤال السابع جواب السؤال السابع وهو عرف الموازنة وفسر القول فيه جرير أشعر عامة والفرزدق أشعر خاصة جرير أشعر عامة والفرزدق أشعر خاصة ما المقصود بهذا القول؟ المقصود هي المفاضلة بين شاعرين أو أكثر تعريف الموازنة هي المفاضلة بين شاعرين أو أكثر للوصول إلى حكم نقدي وتحدث بين شاعرين في عصر واحد يكتبان في غرض واحد ومذهب شعري واحد إذن تكون المفاضلة بين شاعرين شريطة أن تكون أن يكتب في غرض واحد وكذلك يكتب في عصر واحد ومذهب شعري واحد ولأن شعر جرير يمتاز بالسهولة الألفاظ والسلاسة فهو يصل إلى عامة الناس شعر يمتاز بالسلاسة والسهولة يصل إلى عامة الناس أما الفرزدق أما الفرزدق فتميز بتركيب لغوي متين تميز بتركيب لغوي متين ولفظ جزل ومفردات ضخمة إذن ما الفرق بين جرير جرير يكتب بألفاظ سهلة وسلسة وهذه الألفاظ السهلة السلسة تصل إلى عامة الناس وكذلك الفرزدق يكتب بألفاظ جزلة قوية متينة لا تصل إلا خاصة الناس أو المهتمين بالعدد السؤال السؤال الآخر كيف كانت الموازنة في القرن الرابع الهجري هذا سؤال مهم الموازنة كيف كانت في القرن الرابع الهجري تتبع شهدت الموازنات تطورا منهجيا على يد الناقدين العامدي في كتابه الموازنة بين أبي تمام والبحتري إذن هذه انتقال كبيرة في مصطلح الموازنة أي تطور في القرن الرابع الهجري على يد الآمدي في كتابه الموازنة بين أبي تمام والبحتري وكذلك عبد العزيز الجرجاني صاحب كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه هناك عبد العزيز الجرجاني وهناك عبد القاهر الجرجاني وهناك فرق بينهما وقد أجمع العلماء والدارسون على أن الآمدي قد انتقل بالموازنة من بعدها الذاتي كانت الموازنة ذاتية أي أجري موازنة بين شاعرين إلى البعد المنهجي والعلمي إذن دخلت الموازنة منهجية وضوابط وقوانين وأعراف بعد أن كانت تلقائية وهي المنافسة بين شاعرين أو المفاضلة بين شاعرين ننتقل عزيزي الظالم إلى السؤال السابع رتب العامدي الموازنة في كتابه واحتمد على أركان ما هذه الأركان أو احتمد على ثلاثة أركان ما هي الأركان الثلاثة الاحتجاج الاحتجاج و موضوع السرقات الشعرية والذي انتشر في هذا الموضوع السرقات الشعرية هو أن ينتحل شاعر معين قصيدة كاملة من شاعر آخر وينسبها لنفسه وينسبها لنفسه أي ينتحل قصيدة معينة لشاعر معين وينسبها لنفسه فهذه تكون سرقة شعرية وكانت لها بدايات في عصر ما قبل الإسلام في قضية الانتحال قضية انتحال الشعر كذلك الركن الثالث من أركان الموازنة الموازنة وهو نفس الموازنة وهو مصطلح نقدي احتمد عليه الآمدي في كتابه الاحتجاج ذكر احتجاج كل فرقة بما يعزز خصال الشاعر وقدرته على الآخر إذن عزيز الطالب قمنا بالأجوبة على الأسئلة الخاصة ببداية النقد الأدبي الخاص بالصف السادس الأدبي إذن هذه بداية نشأة النقد الأدبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة